مدهش يعني يدعو للاندهاش بجد يعني أنه زي ما كنا بنقول آه عمر المدرسة بتاعته غربي جداً بيلحن في أوروبا عمل مدرسة معينة وطريقة معينة أصبح فيه ملحنين بعد كده بدأوا يمشوا عليها فجاي بتقولي دلوقتي لأ أنا عايز أشتغل تراص وعايز أرجع على يعني هتشتغل بقى مقامات مش عارف حجازه كل المقامات أنا على فكرة أي مقامة على فكرة أنا لأ معرفش مقامات أنا لأ أملك غير ودني من وانا أول غنية لحنتها مولدني أسمع أي حاجة موهبة عندي ربنا سبحانه وتعالى أسمع أي مقام حعمله لك فوراً في ساعتها بجملة لحنية بتاعت وقصره والأصوات اللي انت قلت عليها مي فاروق وزملائها من الناس اللي بتغني في فرق الأوبرا ودي أصوات مهولة وحظوهم وحش أغنية من غير ليه نزلت بصوت الأستاذ محمد عبدالوهاب طبع ونزلت بصوت الأستاذ هاني شاكر طبع ونزلت بصوت الأستاذ طهر مصطفى زمان صح يبقى النهاردة الأغنية دي هتنزل والناس تسمع الأصوات وتنشر الفن ده النهاردة في صوت منهم ممكن يأثر في الناس كلها مسك تقيت وشوية وامسك خط تاني شوية وامسك خط تالت شوية أسيطر تعالا بقى نشوف الحوق بتاعت أغاني عبدالحليم والحوق بتاعت أغاني المكالسو والورس والحوق بتاعت كل المطربين دول شوف الورسة دلوقتي عاملين إزاي كلهم جمعوا جمعوا الورسة بتاعت الناس دي حتشوفوا مأساة في مأساة في مأساة إن المبدع يتم هدمه مقصود لصالح مين تدمير الثقافة وانت حضرتك دلوقتي هم كانوا بيعيرونا بإيه مش كانوا بيعيرونا بالعشوائيات وبيعيرونا بالتوكتوك وبيعيرونا بكذا وبيعيرونا بكذا صح طب خلصنا على الكلام ما انت خلصت على الكلام ده بس مش قادر تخلص لسه على الثقافة ما انت عمل بتديها للناس ما انت ما حترتقي بالناس حترتقي بالشعب كله حتعمل لهم حاجة في البلد حيحظوا عليها مش في حاجة تصحقني يا إنت اللي فهم ده يعني مش حيجوا عند القطر ويروحوا مشقبطين عليه ما انت بترتقي بيهم مش حيجوا عند البتاع يروحوا ببوازينه مش حيجوا عند عمود يروحوا سرقينه لا بترتقي كل ما ارتقت بالموسيقى وبالفن وبالوعي كل ما انت ارتقت بالشعب كل ما بقى عندك انتاج لكن الناس فاكرة ان الموسيقى دي عادي لا 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 دي حرب ثقافية شوف دلوقتي أوكرانيا ورسيا الحرب الثقافية بتاعت الأوبرا عندهم وما دخلوش للأوركستر يعني لو انت متابع يعني القصة دي فبس لا انت عندك حرب ثقافية رهيبة لا ومشكلة بقى ان انا ان انا يتسكت علي يعني يتخذ لحنة من عمرو مصطفى ويتعامل مع راجنات وفاكري ان عمرو مصطفى عايزكت بقى لي ثلاث سنين مش عارف اجيبها ازاي مش عارف انت حطيت ايدك على اللي بيعمل كده طبعا طبعا وحستنى التفاوض في ان انا حاجتي ما اتقربش مني وانا قادر ان انا اقود جيل كامل اعمل بيه شغلك بيه وعلى فكرة فيهم لحنين شطرين جدا في مصر كلهم شطرين ورحت للسيدة جهان من ورسة السيدة المكرسوم ولو نزلت الأغنية بالصوت التراث ده طبعا الاستاذ ياسر قنطوش المحامي الخاص بيها اتكلمت وروحت له وقالت له احنا قرينا انها مستاقة وانها تتقدم ببلاغات رحت طبعا كلمتهم وكان لازم ان انا كلمهم وكان نفس ان ايه تكون موجودة معنا فكلمتهم ولو نزلت الأغنية بالصوت ده لان انا حاخد رأي الجمهور في حاجات كتير الفترة الجاية لو نزلت بالصوت ده كل الحقوق للصوت ده الصناعي هتروح للورسة بالصوت الصناعي اللي عملته التكنولوجيا حيروح للورسة كله والصوت اللي حتغني بيه مطربين الأوبرا ده حيكون بقى انتاجنا وانت مشتعد تخوض المغامرة دي عم؟ ايوة طبعا المغامرة اللي هرب منها تقريبا كل المنتجين انا ماليش مصلحة غير فني واثبات نفسي ان انا اقدر اعمل الموسيقى اللي كانت بتتعامل زمان عشان اكسر قصة ايه ايوة هتقرب ايوة هتقرب لا هتقرب ده فن انت بتكسر ابداعي انت عارف في اوروبا بيشيروا الاعمال الفنية من اليوتيوب ازاي دي كانت قضية شهيرة جدا قالك ايه لو انت خدت صورة وحطتها كوبي قضية انت استنسخت اه يعني انت خدت يعني انت خدت الصورة وعزي ما هي عارف لو حورت في الصورة كده شوية وتعبت فيها شوية وعملت لها ايديت وبتاعه بشكل جديد بقى عمل جديد خالص اشتركوا في القناة